السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل طبق حلو كده جميل بسيط وسريع وبمكونات بسيطة عندي هنا انا جايبة تلت اكياس بوريو بسكوت بوريو اللي انت شايفينه ده ده باكو في ستة حبات وعندي باكو تاني كسرته خشن شوية اهو وعندي باكو تالت اللي هو دقته نعم خالص فرمته نعم ايه خالص وعندي كيس لبن وعندي معلقتين ونصف النشا حبدأ اخد اللبن بالراحة كده واحطه في الايه في الحل هو كيس اللبن ده بيعادل بيعادل كوباتين كبار عصير يعني كوباية كبيرة بتاعت عصير هحط اللبن كده وهحط الايه النشا المفروض ان انا هحط معلقتين سكر بس مش كتير لان انا سايبة القريو بالايه بالكريمة ايه بتاعته فيبقى مسكر قوي فانا برضو ايه هقلب كل ده على البارد وهحط معلقتين سكر حطيت اللبن عن النشا ازا ما احنا شايفينه هقلب فيه وهحط ايه معلقتين الايه السكر اللي هم هيحلوا ايه مش راجق اكتر اكتر من معلقتين قلت علشان الكريمة بتاعت الايه القريو هنقل الخليط ده كله على النار وهنشوف هنعمل ايه هاجي هنا حبيبة عند الكاسات دي هبدأ احط في كل كاسة ايه معلقة من القريو الايه المبشور اهو اللي انا عامله نعم خالص اهو بالطريقة دي اهو واللي يفيد برضو هوزع كده بكل جزء جزء اهو اهو الكاسة اديها شكل جميل لما نيجي نقدم تبقى اديها شكل كده في الاخر حلو اهو خلاص هاجي بعد كده بقى اروح على الايه قلبه جاز شايفينه حبيبي القوام بدأ ايه يدخن اهو هحط بس اهو حد فانيليا اهي حبت فانيليا على الخليط عشان تديها رحة حلوة اهو اروح انا عايزة بقى القوام ده اهو كفاء وكده هطفي على الايه الخليط اهو يا حبيبي ااخد بقى من الخليط كده بالراحة واحط في ايه في الكاسات بالراحة خالص كده اهو اهو وبعدين هاخد هاخد من القريو اللي هو المطحون ده اهو هحط شوية من المطحون وهارجع اكمل الكاسة بالشكل ده اهو 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 اداري كل الخليط اللي انا ايه حطيته وبعد بعد الكاسة ما تبرد شوية هسيبها تبرد شوية وبعدين هحط لها الايه السليمة دي هخلص الكمية وورها لكم اهو يا حبيبي الحلو البسيط اللي احنا عملناه مع بعض جميل جدا اهو زي ما انتو شايفين اهو البسكوت القريو ونبسكوت طبعا موجود من تحت جميل جدا جربوه وحاجة جميلة لاطفالك وما تنسوش اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته